لهذا السبب نؤكد بشدة على ضرورة غسل مسحوق العين بالماء المقطر لمرات عديدة واستخدامه عند تخفيف حمض النتريك لاستخلاص الفضة كيميائيا كما شرحنا ذلك شاهدوا معي راسب كولوريد الفضة الأبيض الذي تكون على سطح مسحوق الخام هذا الراسب هو نتيجة مباشرة لوجود أيونات الكولوريد ولقد تعمدت استخدام ماء الصنبور العادي في هذه التجربة لأثبت لكم وأحذركم من خطورة استخدامه في عملية استخلاص الفضة عند الإذابة في حمض النتريك لاحظوا جيدا الحبيبات البيضاء الراسب الأبيض هي رواسب كولوريد الفضة أي بقايا لأيونات الكولوريد في الماء ستتفاعل فورا مع الفضة التي تذوب في حمض النتريك مكونة هذا الراسب الأبيض المتكتلة على السطح ولكن المأسات الحقيقية تقع للمبتدئين الذين يفتقرون للمعرفة الكافية فيتخلصون من هذا الراسب الأبيض معتقدين أن الفضة ما زالت ذائبة في المحلول حذاري أن تقع في هذا الفخ الطريقة الصحيحة والكاملة لاستخلاص الفضة موجودة على القناة ويمكنكم مشاهدتها بالضغط على رابط الفيديو الموجود في الفيديو ذي الصلة المرفق بهذا المقطع نتمنى أن تنتبه جيدا لهذه الملاحظة الهامة في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر